السلام عليكم داري سموحات في الفيديو اللي فات قد نتقتلكم فقط نصف دي التصريح طوماس طوخيل على زياش لكن اليوم شفتلكم أغلب الأسئلة اللي سولو الصحافة بحيث تدار بزرد التصريح مع بان سبور مع سكاي سبورش ونبدأوا بتفاصيل هل هدف زياش هو الأفضل تحت قيادتك؟ جاوبهم طوخيل لقد كان هدفاً رائعاً جداً كان البناء جيداً وكان التحرك من حاكيم الأجي التمركز وكان الهدف رائعاً لقد كان أحد الأهدف الرائعة للغاية حتى الآن وأنا سعيد جداً لأنه يستحق ذلك اليوم لقد كان هدفاً مهماً للغاية ومنحاً التقدم وسؤلوه هل هذا ما تريده من زياش؟ قال لهم كانت واحدة من أفضل مباريتي اليوم لأنه كان موتوقاً للغاية لكي نكون منصفين ربما كان أفضل مركز له أن يكون في طرف الملعب في جناح الأيمن وهذا المركز لا يوجد عادة بالطريقة المعتادة قبل ما أعطيكم آخر حاجة قال لها هدلا بارتي شنو اللقصه فيها بأنه حطه كجناح وهذه القادية كان ما كتلعبه بززاف توماس طوخيل بحيث العب الأخر مرة بربعة وواحد وعطعت الأكل ديالها وأيضاً كانت غير بعد مرات الخطة دياله ولكن الخطة المعتادة اللي كانت عم كتعلق في زياش هي ثلتة ربعة ثلتة لكن من لي غيرها زياش تعلق واصدم لي طوخيل وآخر حاجة قال لها على هدف حاكيم زياش هي هادي كنت خلفه تماماً وكان لدي الشعور أنها مرتفعة جداً ولكنها إن خفضت في الوقت المناسب لقد كان هدفاً رائعاً كان أسلوبه رائعاً أتبلكم في التصريحات إن شاء الله كتمنى وتألق قادمة وراية خاصة في كلاس العلم الأندية إن شاء الله تتوج به بحيث يختم هات السنة بعديد مألقاب بحلقة السرابيطة وكالسحاد وليما لا الشاب يونسليك مرة أخرى كل شيء ممكن في عالم كورت قدم هذا ما كان أتهلو لي فراسكو